وإلى يعني شفق التركية أردغان الانتخابات لن تعيق من خدماتنا لمنكوبي الزلزال شدد الرئيس التركي رجب طيب أردغان على أن الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات لن تحول دون التفكير بألام متضرري الزلزال التي ضرب البلاد في السادس من فبراير الشباط الماضي جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته الأربعاء في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت رسميا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الرابع عشر من مايو آيار المقبل وحددت يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه موعدا لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحصم في الأولى وأوضح أردغان أن حكومته ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال وتعمل على إنشاء المنازل وإحياء المدن المنكوبة بأسرع وقت ممكن وألفت إلى أن جميع البلديات التابعة لحزبه وكافة المنظمات المدنية ستسخر جهودها لدعم المناطق المنكوبة وتقيم كافة الفعاليات الرمضانية في المدن والقرى المتضررة من الكارثة وتقيمها هناك وأكد الرئيس أردغان أنه سيواصل زيارة المناطق المتضررة طيلة أيام شهر رمضان المبارك بهدف مشاركة أبناء تلك المناطق آلامهم وأحزانهم اشتركوا في القناة